بذور السمسم من أقدم البذور التي عرفتها البشرية حيث تم اكتشافها منذ أكثر من 3500 عام في الهند وإفريقيا وفوائد بذور السمسم عذدة حيث أنها من البذور المتعددة لإستخدامات في الطهي لتعزيز النكهة وكذلك فوائدها الصحية الكبيرة كما أن السمسم يستخرج منه زيت يسمى زيت السمسم وهو زيت يستخدم في مجال الطهي والصحة العامة والعناية بالبشر والشعر بذور السمسم من أفضل الأطعمة التي تتحكم في مرض السكر بشكل كبير حيث تم الربط بين مستوات المغانيسيوم العالية التي تحتوي عليها هذه البذورة والوقاية من مرض السكر من النوع الثاني فضلا عن ذلك فقد أثبتت الأبحاث والدراسات أن تناول مرض السكر لبذور السمسم يعمل تحسين استجابتهم للأدوية التي تعمل تقليل نسبة السكر في الذن وكذلك فهي تتحكم في نسبة الأنسولين التي يخرج البنكرياس عند الحاجة كما أنها تقلل من خروج الكولوكوز من الكبير في حالة ارتفاع نسبة السكر في الذن لذلك فإذا كنت تعاني من مرض السكر أو إذا كان لديك قابل للإصابة بمرض السكر فحرص على تدمين بذور السمسم في نظامك الغذائي يمكن لزيت السمسم الموجود في بذور السمسم أن يفعل العجائب ببشرتك إذ يساعد لبقاء البشرة ناعمة ونظرة فهو غانب الخصائص المضادة التهابات التي تعتبر حيوية في علاج الإحمرار والقروح وغيرها من مشاكل بشرة الوجه من الداخل ويمكن خلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقتين كبيرة من مسحوق بذور السمسم ووضع هذا الخليط على الوجه بعد ترطيبه بذور السمسم من أفضل الأطعم التي توازي صحة الجهاز الهضمي بشكل كبير كما أنها تقضي على الكثير من مشاكل الخاصة بالجهاز الهضمي حيث أن السمسم يحمي من العديد من الأمراض مثل الإسهال والإمساك كما أنه يعمل تقليل متلازمة القلول العصب والوقاية من سرطان القلون فضلا عن ذلك فإن السمسم غني بالمواد المضادة للتهابات والتي تعمل مكافعة للتهابات والقرح التي توصب المعذة كما أنه يحتوي على الألياف الغذائية المفيدة التي تعزي صحة الجهاز الهضمي وتمنع إصابته بالأمراض وفقا للسيشاري تغذية الدكتور روبالي ذيطا فإن بطول السمسم مصدر جيد للطاقة لاحتواء يعني سبعالية من الدهون فهي تحتوي على الدهون صحية مثل الأحماض الدهني المتعددة الغير المشبعة والأوميغا ستا كما تحتوي على الألياف والحديد والكالسيوم والميغانيسيوم والفوسفور يساعد ذلك على تعزيز مستوية الطاقة بدور السمسم غنية بالميغانيسيوم الذي يساعد لمنع ارتفاع ذقت الدم ومن المعروف أن الدهون المتعددة الغير المشبعة ومركب السمسم الموجود في زيت السمسم يحافظان على مستويث ذقت الدم تحت السيطرة السمسم من الأطعمة الغنية بالدهون الغير المشبعة المتعددة والتي تعمل بصورة كبيرة على زيادة سعرات الحرارية في الجسم وبالتالي فهي تساعد في زيادة الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من النحفة لذلك إذا كنت تريد زيادة الوزن قم بإدراج السمسم في الأطعمة التي تتناولها بدور السمسم من الأطعمة التي تعزيز صحة العظام بشكل كبير فهي تعمل تقوية العظام وبنائها بصورة سليمة ومنعها شاشتها حيث أنها تحتوي على الكالسيوم والزينغ والفوسفور وجميعها عناصر مهمة لتعزيز صحة العظام ومكافحة الأمراض التي قد تصبها مع تقدم السن كما أن بدور السمسم تحتوي على مواد مضادة التهابات تعمل على منع التهابات العظام والمفاصل كما أنها تحمي من مرض نغرص فضلا عن ذلك فإن بدور السمسم تحتوي على العديد من مضادات الأكساذة التي تعمل لمنع سرطان العظام السمسم غني بالكالسيوم فهو يكاد يسوي كمية الكالسيوم الموجودة في كوب الحليب والكالسيوم مفيد لبناء العظام وتكوين الأسناء بشكل صحي وسليم للأطفال كما أن السمسم يقم من مرض الكساح عند الأطفال إذا أضيف للطعام بشكل منتظم في نظام غذائي للطفل تعمل بدور السمسم على تقوية جذور الشعر حيث يساعد محتوى أحماض الأوميغا الدهنية الغنية الموجودة في بدور السمسم على تعزيز نمو الشعر وإصلاح تلف الشعر أيضا كما أنها تساعد لترطيب فروة الرأس وتحسين الضورة الدموية لتجديد بصيلة الشعر يحتوي زيت السمسم على حمض أمين يسمى تيروزين يرتبط رضيباطا مباشرا بنشاط السيروتونين وهو النقل عصبي يؤثر أيضا في مزاجنا ويؤدي عدم التوازن إلى الاكتئاب والتوتور ووفقا للخبراء فإن تناول الأطعم التي تساعد لإنتاج السيروتونين يساعد للشعور بالإيجابية ويقم من التوتور المزمن تساعد بدور السمسم في الواقعات من أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان الدم والتدي والقلون والبانكرياس وسرطان الرئى والبرسطة وذلك بفضل مضادات الأكسادات الموجودة فيها والتي تحارب الجذر الحرة وهي نتاج تفعلات الكيميائية التي تحدد داخل الجسم سواء كانت طبيعية أو بسبب التلوث البيئي أو العادات السيئة مثل التدخين وهي من مسببات السرطان وإلى هنا مشاهدنا الكرام ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم نشكركم على حس المتابعة وإلى اللقاء